السلام عليكم كروسي انا انا جاء في الصباح لحسب الزوجة فجأتني فجأتني في موضوع الذي لم يكن على البلد كنت مزيان مع راسي مخصنيتها خير الخدام الحمد لله كانت تجي عندها وحد السيدة تعرفت عليها في المدرسة من تونس كانت تجري هنا وعنده موحدة بنيتها فيما نجي ألقاها معها كانت تقول لها السيدة وقد يرتحت لها فيما نهضر معها كانت تقول لها السيدة كانت تأخذها معها كانت تقول لها السيدة ويتدخل لها السيدة ويتدخل لها السيدة искطرينها تحالها فبشة وعنده من سابقاها كيف تتحالها وصدر سؤالها حتى الآن كانت تحال training في حالة قلبت عليها بسافة الحاجات كنت قلت لي بلاتي كنت تشتغل في الكوزينة التليفون لم تحيد من ايدها كنت قلت لي عير مع أختي بزاف على دختك فيما نقول لي أدشرة بزاف كنت قلت لي عير أختي كنت هضار معي كنت هضار معا الزوج يالديك السيدة دارت معها علاقات كنت قلت لي ودير نارا عنديك وهذا المرأة نطلقها ومشي بحالتها لتونس مرأة كبيرة عليها في السين كنت قلت لي لديك المرأة كنت قلت لي من يعمل هنا في المغرب كنت قلت لي السيدة كنت قلت لي ناد الراجل هذا لم أعجبني شي تانا ومشي بحالتي لتونس وانا يتم معا الزوج وانا لا أقلنا خدمة هنا ومعنا نناكله من شربه ومشي بحالة المرأة كنت تدبر لها الخدمة ويقعها تسليها للسان وهو يهدر لها ممتفقا هي والراجل هي تبيلها بالتلق منه ويقعها بالتلق لتزوج بالزوجة كيقول لها هذا الزوجة تعطي للخدمة ما يصلح لك شي ما يقول لك شي ما يهتم شي بي كنت بقعة صغيرة ومزيونة قلت لك يعجب هذا الكلام لا تقول لي هذا الشي قلت لي هذا الشي ويقول لي شي كلام حلو ويعجبني قلت لي أنا ما عرف شي كيف أجدد حتى عملت مع هذه العلاقة ما يقول لها في عمرها 32 سنة أنا في عمرها تعدى 30 سنة والسيدة دائما كانت تقلب معها فقد تقلب معي كانت بشكل كبير فقد تقلت لي كنت ترفع الصوت ويقول لها ادعيك ويقعد لك ادعيه صاحباتي وكانت تتحول تقول لي لما تكتيش في دفاع عنديك و ندخل لك للحب سيخرج منك تقول لي الفلوس منزلين عندي الفلوس من قبالتها و نزل السرود نويةها تقول لي ادي فلوسك للبانكة لماذا تقول لي ادي فلوسك للبانكة لأنها هزة منهم هو يقول لها ارينا اجيب لعنده شي فلوس أعطيهم لي وما بين الرجل والمرار المخزن لا يحكم شي لفلوس وأنا وعين شو فلوس ناقصة سيطلقك وأنا سيديك وولدك عايكون ولادي و عملا على هضرات وقال لاجيبهم و ازيدهم السواء وعداتهم يزيل السواء فيما انها ضار معك تقول لي الله ما فيهم و ما خدامين شي ما ما عندهم شي و نس دراوش و قده شي و كتجبدل لي المرأة دياله و هو عمره ما شبدأت ولية كانت تقول لي عاي يخدم معك مرمرة تقول لي عاي يجي يخدم معك فات شي المكان قول لي عاي يجي يخدم ايجي يخدم ماشي مشكل وما يدايرى عاقلة قامعة بزيد تقربوا عندي من بعد ما كنت أعرفه حتى النار كان القراسي في تحديك الخزنة وشتلت وراقة وقاتلي أجي أرى شي وحد يخلينا الدار وصرقناه جيت كنجرية لقيت الدار مروناتهم ذاك شي بروناتهم وعير راسها عايتنا البوليش جاءت شرطة العلمية تصوروا ذاك شي هزول بصامات تسولوها على كل شي تقولهم تلخاتهم مدى وهالية كانت هنا يودى وهالية استعادتك مشاوه بحالاتهم قلنا كان مشي وانا والأخ دي لحسب بصامات يقولون هنا كي طلعوا احطار رباط يدروا متحاليل وذاك شي وهذه عاد كيرجعوا بقى ما جاوشي سيمنى الأولاد الثانية وقلت كان مشي أنوياها على أساس ذاك البصامات وهي عارفة كل شي وما اكتشفها بالله أنا كنقول لها كل نصرة زوروا لك الساروت حي تقلسي معها زورت لك الساروت ودخلوا للدار أنا مشيت الخدمة ونتمشي مدرسة ووراج لها يكون شي عصابة ودخلوا للدار كان مشي نعيّر ذاك الخزنة كان شوف ذاك شي ماشي دي الشفارة كان قلت شيرا ماشي دي الشفارة كانت تقول لي يا راي جاو جبروا هذا الشي هادا جاو جبروا هذا الشي هادا سهل دقيقة تفتحوه تفتح ليهم ودعوه شنو أبغى وجبروا الفلوس ردوهم درجة كنت عن حماق عن هذا الشي هادا شهر ونص وانا طالعه ودنا وياها السيدة كانت بغيت نطحر هنا كيهددوها كيقولوا على حساب دكت الصوار كانت تصيفت راسها عريانا كتصيفت لها او بانتاجة او ما عندي كيقول لها شوفي إذا إما تكملي معايا ولا غدين بانتاجك وتزيديني الفلوس كتزيدوا الفلوس وصلت معها درجة تستدل مليون ونص وكتزيدوا الفلوس بشي يغطي على ذلك شي كتقولوا يمشي بحيلك وانا غادي نكذب على راجدي ونقولوا رعي الشفارة وكذا شي وانتما تقولتها حاجة يقولوا لا والله ما انت فاكك معاكم وازديني الفلوس تي كتقولوا يتمكنوا الفلوس بزاف بما زديني الفلوس ولا عنشو شنو أعمل معك اولا اكملي معايا الموضوع اللي اتافقنا عليه قلت له انا اتافقنا باش تكون وانت اطلق هاديك وانت اتجوش بيا وولادي عاي يكون اولادك واذا بحسيت بك قلبت عليك يقول انا ما قلبت عليك مولودي ازيديني الفلوس انا عنوصل هاديك حتل تونس وغادي نخذها الباسبور هي وبنتي وعن نرجع بحالاتي انك سعلا تبقات كت حايرة كتت سيفطل شي موحامين على برنا تقولوا ما شوق علي وشوق علي شنو غادي نعمل شنو غادي نفعل يقول لها قولي البوليس قولي هاي البوليس يقول لها هرسي دي كارطة وما تقول لها حاجة سيدة حارت ساعد سيدة هرب حالاته وانت طلع لتونس وهو مرتوب بدك يهددها من ثم يقول لها هذا باسبور بنتي ودي المرتي وانت راجع ونكمله سيدة هذه الساعدة اعترفت البوليس وانت اعترفت لي شي كانت مشات عند البوليس اعترفت لهم قاتلوا مراش وقع لي واش وقع لي وكنت نويها على علاقات وادي ومعرفش راسي انا يا هرا عمل لي شي تساور كتكن سيفطهم له بدك يهددني وكنزيدوا الفلوس وما قدرش نقول لها تشراج لي باش عملت هذه الفعلة كانت مشي عنده تصدر كانت تهود دريف المدرسة في الصباح ومنه كانت تكون راجعة كانت تدوزل عنده هو مرتوب من عرفين صرفها ويقول لها حقارة ومتلت ذلك وانت تونس وبرنا اعترفت هنا بصافي وانت زلني فلوس كي تدفع لها اعترفت تعليقات ويمكن على حالها ولم يمكن ان تستطيع فتحبت تونس وقال لها ودك يقول لها اعترفت باسبورت لها وابنتي ونرجاع ونكمله ويقول لها بويسكي وانت اعترفت حتى سيثلت وانت اخت وانت تقريبت وكانت معها في تانجا وكانت اصدر معها بالأوديوات وكانت سمحهم يقول لها صوري البنكة وصيفتها لي لكي نعرف كيف البنكة تتبيع لي انت يمكنك تتبيع لي تصيفتي او لعن بانتاجك عندك ساعة لما كان يهددها وكانت ساعة لبنكة وكانت بغيت الصيفات وكانت معها قلت بالبنكة لكي يدخل المطار وكانت معها وكانت ساعة لها النمرات غالطين فالأخير قلت بالبنكة قلت بالبنكةcak انساو الخوية وكانت السلح للبنكة والناس وكانت دبنك فألا يجب عليها اصلت بالبنكات والذكاء وكانت تamusاحي لا اسمع أدا dir أدخل الدائحة هذا الانت الاستمرار صافي صافي سوأان انت أنضعنا بالاضgar وكانت بنياقت لها مشروع virtue وكانت بدحقي واثنبتي والثقت يقول السعدات fisات وكانتMP مجردت تبقا وقال لهم وقال لهم أنه لا ننازل شيء لا ننازل شيء لكسعد ذنحنا في المحكامات قال لي القاضي قال لي مرتك عندها الخيانة وعندها السرقة قال لي لا ننازل شيء على هذا الشيء أنا أريد أن أحقه في هذا الشيء لأن السيدة تلعب علي هذا الشهر ونصوية ونعيش مع 13 سنة ومع 3 أدل عبا وعمت ما يد هذا الشيء أنا أريد أن أحقه فيه صافي قال لي اكتب في ذلك الوراق يتمو وقال لي الله سيرو جنا نويها والأخ الذي جاءنا معنا سيدة جاية تعاود لنا وكتعطار في ذلك الشيء الذي عملته سيدة هضر معي وقال لي أنت نجي منها وعند وجوج بك وكذا شيء وأنا قبلت وقلت له أنا ما كان بلك شيء قدامي قال لي أنت مقش كتبالي قدامي أنت ما كان عمرت قلت لي يكل مزوينة وانت منعرف ما عشني وعطي على الخدمة ما كانت تهتمش بياه وكذا شيء سيدة يبقى كيبالي وقال لي قلالكس نعملها وقال لي قتله ونقتلك أنا قل لي أن نبدأ بالدار وقتله لأرى منظوري الدار لأساس الاسم ورهنيها في الدار وإعطينا وقلت لهم أنا يا راكينا الفلوس سعى بدأنا بالفلوس بدأنا بالفلوس السعى القادية تفضحة تفضحة صافي نار رجعت وعملت هذا الشيء هذا ودابة في الأخر ونخلنا في المحكمة وعملنا المحاميين وقالنا كانت قابلونا وياها ودعتني على النفاق وخرجوا لي النفاق وحكموا عليها اليومين جابوا لي تنفيذ تنفيذ باللي غادي تخلص هذا المبلغ خرجوا لي لمدة عشرة شهور خرجوا لي فيها جد المليون وشي ثلاثة الاف درهم وشي ثلاثة الاف درهم وشي ثلاثة الاف درهم وشي ثلاثة الاف درهم حالك قالوا يخصك تخلصها في مدة عشرة شهور وأعطوني الأجال ديال العشرة وقالوا لي لما خلصتها يقع عليك دخل الدوزاحة وذلك شيء أنت طلب العادلة؟ أنتظر الحقيقي لأنني لم أفعلت حياتي أنتطلق بها وما انه مجددا أعرف اتكلم المشكلة أبو انت هي أداتك لا أريد أن نتفرق عليك وما نعرف هنا وياه في الغرفة وما نعرف أنه مجددا وما نعرف أنه مجددا وما نعرف أنه مجددا ولكننا نتبع ثلاثة الأطباء نفسي ونشريح ودرجات الكاتف وقالت مخلوع وقالت مخلوع وقالت براسي ملبوث وما نعرف ماذا عندي والدنيا كتب لي قدامي كحلام وهذا ما يعطى الله الله وما هذا ما يعطى الله